اشتركوا في القناة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سمع أهل المدينة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم النبي وفي ذات يوم خرجوا حتى أرجعهم حر الظهيرة فصعد أحد اليهود على أطم من آطامهم أي على قلعة وحصن من حصونهم فرأى سوادا في الأفق فقال يا أيها العرب لقد جاء صاحبكم فخرجوا وهم قد ملئوا فرحا ومحبة وشوقا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفي المدينة كان الصحابة يتسابقون على ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يأخذون بخطام ناقته القصوى فكان النبي يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فسارت الناقة حتى بركت في موضع مسجد النبي ثم قامت الناقة فبركت في موضع آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا الموضع فقالوا لي يتيمين من الأنصار فقال أشتريه وأبني فيه المسجد النبوي ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه وأرضاه لأن أبا أيوب كان من أخوالي النبي عليه الصلاة والسلام فبادر أبو أيوب إلى أخذ رحلي النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله بيته واصطضاف النبي عليه الصلاة والسلام بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبني المسجد النبوي ويشارك بنفسه في بناء المسجد النبوي ليعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مبدأ التعاون في كل شيء وفي كل أمر من أمور حياتهم فكان النبي يبني معهم المسجد وكذلك يصيبه الغبار ويحمل اللبن عليه الصلاة والسلام فكان الصحابة عندما ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشارك في بناء المسجد النبوي كانوا يقولون لإن قعدنا والنبي يعمل إن هذا منا للعمل المضلل فكانوا يساهمون في البناء ويشاركون في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى أن المدينة يسكنها المسلمون وكذلك بعض المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام وكذلك يسكنها اليهود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون مجتمعا هذا المجتمع يسوده العدل ويسوده التعاون وكذلك هذا المجتمع يكون فيه حرية حرية في الاعتقاد حرية في القول حرية في العمل فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وثيقة المدينة هذه الوثيقة كان من مبادئها العدل وحرية الاعتقاد لكم دينكم وليدين لم يجبر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً لاعتناق دين الإسلام قال الله عز وجل لا إكراها في الدين وكذلك من بنود هذه الوثيقة أن المدينة هي وطن للكل فإذا اعتدى أحد على المدينة يجب على الكل أن يدافع عن المدينة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المدينة رأى فيها أن هناك بعض الخلافات بين الأوسي والخزرج فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم إخوة في الإسلام وقال المسلمون كالجسد الواحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم جسد واحداً وكذلك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان هناك أناس قد أتوا إلى المدينة وليس لهم مأوأ وليس لهم بيت وليس لهم مال هؤلاء هم المهاجرون لما أتوا إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فيهم أين سيسكنون وماذا سيأكلون وأين سيباتون فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في ذلك فآخ النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وبين المهاجرين فعندما آخ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأنصار أروع أمثلة التضحية والإيثار فمن القصص التي ذكرت في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن ابن عوف وبين سعد بن الربيع وكان سعد بن الربيع من أغنياء أهل المدينة فأخذ عبد الرحمن معه إلى البيت وقال يا أخي إن لي مالا كثيرا فأعطيك شطر مالي وكذلك أقسم لك شطر أراضي فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فذهب إلى السوق واشتغل وعمل بالتجارة حتى أغناه الله عز وجل وكذلك من القصص أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ضيف فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعمه فخرج وقال من يضيف ضيف رسول الله فقال أحد الأنصار أنا يا رسول الله فأخذه وذهب به إلى بيته وقال لزوجته وقال لزوجته هل عندكم طعام قالت طعام الصبية فقال نوميهم فنومتهم ثم أطفأوا السراج وأتوا بالطعام للضيف وصنعوا أنهم يأكلون معه وأكل الضيف حتى شبع وهم لم يأكلوا معه لا هم ولا أطفالهم ثم عندما التقى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني بهذا الأنصار قال لقد عجب الله من صنيعكم بضيفكم البارحة وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي كان بهم حاجة وفقر ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة وبنى المسجد النبوي كذلك بنى بيوتا لزوجاته بجانب المسجد هذا وصلنا ترجمة نانسي قنقر